طيب التقريب كلم على فضل شكرا لله سبحانه وتعالى على نعم وعلى ألاء اللي أعطاهنا والحقيقة الناس كتير لما بتشوف الكلام ده بتقول ايه خلاص انا احدث زي ما الاية بتقوله اما بنعمة يا ربك احدث احدث الناس عن النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى الدهاني لو انا صاحب مال هقول وسط الناس الحمد لله ربنا كرمني وانعم علي لو عيالي كويسين بقول ما شاء الله انا عيالي متفوقين لو علاقتي بجوزي حلوة بنقول وبتاع فتلاقي الناس تانية تقول خلي بالك خلوا بالكم لان كل ذي نعمة محسود فانت كده بتجيب لنفسك الكافية يا ابني داري على اخبارك وداري على النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى دهالك عشان النعمة تستمر اوازن ازاي انا كمسلم وافهم ازاي ان المفروض شكر النعمة بذكرها وفي نفس الوقت انا خايفة تحسد وخايف مش عارفة يجيلك كافية زي ما الناس بتقول طيب بصوا استاذ احنا عندنا نموذك في القرآن الكريم لبعض تفكير الناس بشيء من التفكير يعني الله سبحانه وتعالى لما جي تكلم عن سيدنا يعقوب قال يا بنيها لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب دفرق فبعض الناس بيقول لك لا هو ما كانش عاوز بولاده اللي 12 يخش قوي لهم مرة واحدة ايه دا عزوة ولما وابتاع وممكن يتحسر وممكن يحصل لهم او شيء من هذا القبيل واستدلوا على هذا الامر احنا عندنا نموذك في الريفة استاذي الريف وانا دايما اتعمد اننا اتحدث عن الريف المصري لان الريف المصري اكثر ترابطا اكثر تلاحوما الناس كلها عارفة بعض عارفين اللي داخل البيوت جران ايه وجران عارفين ايه اللي داخل بيوتنا فكل شيء محطوط تحت ايه النظر تحت النظر تمام في حاجة عندنا لما ربنا يكرم انسان ويكون عنده البهيمة بتاعته انجبت ربنا رزقه بموغوب صغير لهذه البهيمة في حاجة اسمها لبن السرسوب اللبن اللي هو بينزل اول ما بينزل ده يمشوا يوزعوه على كل الجران وكل الناس اللي في الشارع ومعن بتبقى ايدته عالية جدا اللبن ده للناس اللي ما تعرفش وبيقر من كتير من الامراض لمدة ثلاثة ايام او لمدة اسبوع يفضل ايه شربوا من لبن فكل الناس كل الناس بتنتظر ان حد البهيمة بتاعته ترزق بمولود فانا الان هحسده ليه بانا جاي للبن فتخيال لو احنا بننا على هذا الامر لما يكون كل انسان عنده نعمة هي فكرة اجراء النعم بقى ايوه انا النهاردة عندي مال فتخيال ان الانسان ده هو كل يوم او كل شيء بيقازر جاره جاره حصل عنده مشكلة رايح يديله يوقف جنبه في المستشفى يوقف جنب ده يحصله ده يعمل ده يعمل ده هتلاقي كل الناس اللبه معاه وكل ما يجيله خير يقول ايه يارب زيده لان هتعمي ايه هتعم علي الله سبحانه وتعالى في هذه الفكرة فكرة اجراء النعم تحدث في المراسة انا النهاردة جايلي مراسة هو يعني ما شلائي وبتاع والدنيا تفرد معي صح بل ورس يا عم انا تكفي باعنا اوه هيو ورس يقول لك مراته ده عنده هطين اتجوز فلانت الفرنانيات لما باه يموت يبقى عنده هطين وهتجيب له ايه هتجيب له عشر اتناشر فدانه وبتاع القصة دي بحالها يعني الله سبحانه وتعالى قال واذا حضر القسمة تقول القربة واليتامة والمساكين فارزقوهم منها احنا بنقسم مرسي عم هو وغا كان نجزهم منها عشان يخد معنا كان يخد معنا ليه عم انت بتتكلم في ايه لا القرآن قالك ادي له هو قاعد شاف اسمه ادي له ولذلك عندنا عرف كده موجود ادي له ايه ولا يدي له تبقى منيحة منيحة اللي يرزق منها فيه ناس تقولك ايه اول مجال المرس دبحت عشان اغزل عين لا مانا أقول حضرة يديله يديله منه ان هو حضر القسم والناس يتأسم ادي له يعني ده بقى تمسال شعبي اللي يقولك اطعم الفم تستحي العين هتستحي العين من الحسد وانا مش هتبصر من كل شيء من كل شيء واستاذ من كل يعني شوف تخيالي احنا كان عندنا حاجة كنا كنا في الاعراف الشعبية عندنا يقولك ايه لما يينزي لاكل وحد يو scraps يقعد يقوله كل يا عم يقولي عم 거ست يقولي يأمر اي عم اللي بيحضر الاسم بيأكل منه صح لما كانت بيوتنا مفتوحة على بعض ابنه فلان وابنه فلان وابنه فلان ويقول لك هنعمل غدوة مع بعض يعني هنعمل غدوة أستاذا انت هجيبي من بيتك وانت هجيبي من بيته فأنا مبسوط ان ابن قعد بيقل من بيت جار وبيت ابن جار بيقل من بيتي والدنيا مشي والناس متألفة مع بعضها هحسدك ليه الخير جايلي لكن تخيلي بقى هقول لها هوت هديك نقطة هديكي أنا مولتش فلوس لا والله يا أستاذ الغاة المشاعر والله الغاة المشاعر تخيل الغاة المشاعر الإنسان بيحسد فيها ده إنسان بيحضن ابنه ده قاعد معه ده بيعمل معه تخيلي ان انت لو كنتوا حنيين على ولاد جارك على ولاد سلفتك على أم في البيت لكل العيال هيا يحسدوا بقى عيالي على أمهم يقولوا يبقتوا أمهم مثلا مثلا ان انت قاعدة كده وابن جارك ابنك راح مثلا تدريب وانت عرفة ان جارك دوها تزروفه مش متجيب ابنك نشترك لك ايه نشترك لك ايه نشترك لك انا شخفتها قدام واحد عملها مع جاره قالوا ايه انا انا فيه عشان انا اشتركت لابني في في حمام السباحة فليه من حق ان انا نجيب واحد مخفض بنسبة سيه 70% وانا ولادي يعني بالتاني مش عاوز ما ممكن تجيب ابنك تمام هو عرف ظروف ان التاني مش ظروفه يقادر شفت خالي فين حتة اجراء النعمة ما هو الشكر والحمد يكون باجراء النعمة نفسها ممكن يقوله حبيبي احنا ظروفنا مزاي ظروف عمو او يعني مش لازم كل الناس هتبقى نفوش سيئة يا استاذ يا استاذ يا استاذ يعني انت عارفة استاذة يعني احنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء امرنا ان احنا ننظر الى من هو اسفل منا وليس ما نوقف وقنا ليه فانه احرى قال لا تزدروا نعمات الله عليكم كل انسان نحن نفس بشرية الانسان لما يجد زوجة فلان سعيدة مع زوجته تقولك شمعنا انا لما يجد ابنه متفوق وابنه يعني لما واحدة تكون سعيدة مع جوزة وتفضل تخبي وتقول اقسم بلاد احنا متنكدين علينا احنا لسه بتخنقين مع بعض هي بتقولك كل ده عشان ايه تقولك ايه مش ابعد ياشطان انا بغز العيد عشان خاطر ايه عشان الناس ما تحسنين هيا متخيلا هي متخيلة لنا لازم تكون افضل الناس او هكذا تظن او هكذا ايه تظن انت عارفة استاذة احنا الوقت لما يدخل احنا احنا هاتكون افضل منا هريحك ببساطة لما انا اجي ادخل على بعض الجروبات الموجودة اللي بتحدث عن المسألة الزواج مسألة الخطبة مسألة الان دليني مفتوحة فيها بسرعة ده الجواز ده طانوهباء تابي انت بتجاوز اليه احو على فكرة الله سمع اللي جوز يقولوا كل الستات بتكرهنا في الجوز لما انتم متخيلة هي بتقولي الكلمات اللي عشان تخزي تخزي العين عنها لكن تخيلي لو هي إنسانة بالفعل قادة لا ده ده الزواج ده نعمة من الله سبحانه وتعالى فيه الولد وفيه النعمة وفيه الاستقرار وفيه وفيه وتعالى علمك إزاي بيتك يكون موجود وإزاي تقف يا بنت الحلال وإزاي تتحركي أنا لما جيت أتجوز جراني قاعدوا معي تعيبن انت تعرف يعني جوازي تمام وزوجتي لما جي أهلها قاعدوا معها وجراني انت تعرف يعني بنت يا جواز اللي احنا بنسميه لاندواتي تعاني ده دورة المقبلين حتش بقول حتش بقول حاجة أنا ماليا يا عمي مالا ما انت محرين وتلاقيت نسب طلاقة ده كده في سنة قولة جوازي النعمة